انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية شيخنا لكي لا يعني يهرب بنا المجال بعيدا سنتكلم عن السلفيين والإخوان أي علاقة شيخنا هنا مدام الأمر يعني سياسة وسلطة و نعم نعم يعني السلفيين هم نسبة إلى السلف نعم والسلف هو كل ما انقضى ما مضى وانقضى لغة وفي الاستلاح همم القرون الثلاثة المفطلة الذين دلت النصوص على خيريتهم وأفضليتهم والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه كانوا أعمق هذه الأمة علما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا فاعرفوا لهم فضلهم واهتدوا بهديهم فإنهم كانوا على الطريق المستقيم وعلي بن مسعود كان يقول ما رأوا المسلمون حسن فهو حسن هذا هو المنهج السلفي فيه ثلاث قرون الصحابة والتبعون الذين انتمعوا منهج الإخوة المسلمين في الخمسينات مع حسن البناء إذن كيف أولا حتى المقارنة من الناحية الزمنية غير موفقة وغير مسموح بها منهج أصيل منهج أصيل يمتد عبر التاريخ مرتبط بالوحي بالنبوة مرتبط بالحلال والحرام بالعقيدة والمنهج مع منهج دخيل في الخمسينات بدأ بالخمسينات في طورة ضد الاستعمار مع أنه ولدت أمور كثيرة في تعاون الإخوان مع الاستعمار في بعض القضايا منهج دخيل مع منهج أصيل أي مقارنة هذه هذه مقارنة باطلة هذا واحد ثانيا منهج الإخوان هو منهج لا ترد يد لامس لأنه عنده غاية الحكم وعنده قاعدة ميكيفيلي الغاية تبرر وسيلة يتحد مع اليهود مع النصارى حتى أن في الإخوان من على اليهود وفي الانتخابات يعني صوت عليهم باعتبار يعني الأكترية واحد ثانيا منهج الإخوان مبني على قضية التلميع الدكتور العلامة الكذا الكذا هذا التلميع ثالثا المبني على التجميع على تجميع الناس بأي وسيلة دون النظر إلى المعتقدات وهذا قلم حصل بنا في كتبهم بأنه لا تنظر إلى المعتقدات وإنما كتل الناس لأنه يعتبرون العملة الصعبة في الفوز بالانتخابات وغير ذلك في السياسات هي العدد فإذا جئت تقلص وتميز الناس باعتبار النحلة والملة وكذا فلن تؤدي إلى نتيجة فلذلك لا تصفي وإنما كتل رابعا التميع يميعون وإلا أنا من هذا المنبر أتحدى كل من يسمعوني منهم ومن غيرهم أن يأتيني بكتاب للإخوة المسلمين في التوحيد مؤلف صغير ولو رسالة في التوحيد الذي هو أصل يعني الإنسانية الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل به الكتب كتاب واحد في التوحيد أو كتاب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي سياسات وغوغائيات وكتب لا علاقة لها لا بالعلم الشرعي ولا بعلم النبوة إنما فقط سياسات واقتراحات وغير ذلك ولما مكنوا أول عمل قام به رئيسهم استضاف من يطعن في أمنا عائشة ويصفها بأقبح الصفات وفتح لهم الباب على الأقل حسن مبارك رحمه الله كان أفضل من مرسي رحمه الله حيث أنه أدخل يعني كان يمنع الحسينية أم منع الشيعة لما جاء الإخوان أدخلوا الحسينية لو أنه بقي الأمر على ما كان لكانت مصر الآن إمارة إيرانية تابعة لإيران في حسينيتها وغير ذلك في ذلك هذا واحد فالإخوان لا تمييز عندهم في المعتقدات تالتا الإخوان لا علم عندهم حتى أننا نسمع فقير الإخوان هذه هم الذين نسموه بفقير الإخوان يعني تالتا أو رابعا تجد بأن العلماء قديما وحديثا حدروا من منهج الإخوان تحذير بليغ في العقيدة في المنهج في الدعوة في السياسات في كل شيء لماذا؟ لمعرفتهم بخطورتهم والآن ماذا أتمرت لنا دعوة الغنوشي في تونس؟ حزب النظف أين هو حزب النظف في تونس؟ هم تولوا الآن قتل من الحقائم ماذا أتمرت هذه الدعوة؟ ولا شيء ما أتمرت شيء بل ما زادت الإسلام يعني والدعوة إلا في الحاضر حتى في تركيا الآن الذي يعتبر بأن يعني أردغان يصفونهم بالخليفة أو كذا وكذا أين هو الصوت السلف في تركيا؟ وأين هي الدعوة في تركيا؟ أين هي الدعوة السلفية؟ أين دعوة الإسلام في تركيا؟ نحن ذهبنا في المطارات لا تجد ليس تمت شعار يمت إلى ما يسمى بالإسلام فيها يعني شعارات أمور يعني مستقبحة جدا قضية يعني مصر الآن معظمهم في السجون معظمهم في السجون ودعوتهم أين هي؟ النبي صلى عصم حصر ثلاث سنين ومع ذلك مكن الله له لأنه صلى أصلم التزم فاستقم كما أمرت يعني فالإخوان ليس عندهم أصول دينية تبنى عليها دعوتهم وإنما هي أصول سياسية كأي حزب سياسي الآن حتى في المغرب نحن عدنا العدالة والتنمية لأنه يعني امتداد ذابت يعني لم يبقى الخطاب الديني لأنهم شغلوا بالخطيطات علينا أن نفعل هكذا فقسموا بين التوحيد والإصلاح والخطاب الديني والخطاب السياسي لوحده وحتى هذا التقسيم في ذاته مبتدع الدين كامل يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة الدين كله لأن الدين هو النظام والدين إنما هو عقيدة ومنهاج وسلوك فليس هناك فصل فهم بهذا التقسيم يقولون للعلمانيين نحن معكم نفصل الدين عن الدولة فهذا خطاب ديني في المسجد وهذا خطاب سياسي في البرلمان وهذا حتى هذا التقسيم مبتدع السلفيون يخاطبون الناس بالعقيدة وهم يخاطبون الناس بالقفف وغير ذلك من الأمور لأن الناس لو أطعمتهم اليوم وغدا وبعد غد وجاء موسم شرك سيدهبون إلى الموسم الشركي لكن لو علمتهم العقيدة اليوم وجاء موسم شرك لن يذهبون لأنهم تعلموا العقيدة الفرق بين هؤلاء يشتغلون بالتعوى إلى الله وهؤلاء يشتغلون بالتعوى إلى الحزم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة